السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بيناكم يا شباب بتكملة للسلسلة الجديدة اللي هي متكلم فيها الاساسيات League of Legends واليوم هنخش في الاساس الثالث اللي هو قلنا اللي هو الوايف مانجمينت او التحكم في موجات المينيونز او التحكم في تحركات المينيونز او التحكم في الوايف كيف ما تيبوا تسموها سموها يا شباب قبل ما اتكلم او قبل ما ابدأ في فيديو شرح في الفيديو هذا في كذا مصطلح لازم كلنا نتعلموا وكلنا نعرف ايش معناه في عندنا هاي زي الاساسيات انا وانا بشرح هقولها هذكرها فانت لازم تكون عارف ايش معناها لما نقول كلمة بتكلم عن ستة المينيونز اللي جايين مع بعض اذا بقول معناها او عدد ال 眾ل eurero زحكم كل المنينات يا شباب ستة المنينات ثلاثة اللي قدام ملي يضربوا بيدهم والثلاثة اللي وراء كاستر يضربوا ماجيك من بعيد فلم قلنا ملي حنقول الثلاثة اللي القدام وقلنا كاسترز معنا الثلاثة اللي وراء لو قلنا كانون زي ما قلنا الكبير حنتكلم على شوف اللي هي بوش دف الموجة دفها يوصلها حاول توقف الموجة حقا المينينز في مكان واحد لو جات نازلة على تحت يعني جاتنا كده مينين ويف نزلت عندنا واحد اتنين وفي مينين ويف تاني هنا جاي في الطريق هذا المينين ويف الحالية هذا المينين ويف هي الريمفورسمنت ايش يعني ريمفورسمنت يعني مينينز اللي جايين بعدهم يساندوهم المساندة المساندة جاي في الطريق لما نقول المينينز بنتكلم على اللي قدام لما نقول المساندين او الريمفورسمنت كلمة ريمفورسمنت معناها المساعدة او المساندة جاي في الطريق حاجتين اساسية كمان اني بندكرها نقول المينينز يصير لهم سبون كل 30 ثانية المفروض انه كلنا نعرفي الكلام هذا هتجي أول مينيون ويف بعدها بتلاتين ثانية هتجي اللي بعدها بعدها بتلاتين ثانية هتجي اللي بعدها كل مينيون ويف ثالثة هتجيك واحد كانون يعني كل ثلاثة مينيون ويف في الطريق الثالثة هيجي فيها كانون يعني هتجي ستة ستة بعدين سبعة الثلاثة ملي ثلاثة كاستر ثلاثة ملي ثلاثة كاستر ثلاثة ملي ثلاثة كاستر وكانون أو مدفعية أو كبير أو whatever you wanna call them أنا كيف أعرف وأنا راجع كيف يعرف حقتي واصلة فين? يعني انا انا شايف حقتي خرجت من هنا ووصلت الان هنا. حقتي واصلة هنا ستة. معناها حقة وصلة هنا برضو. زي المراية. كانت واصلة عنده هو حقهم وصل عندها انت ما تقرأ تشوف الخلفية هنا. لو كانت واصلة هنا. معناها لو انت حقتك واصلة هنا. معناها هم حقتهم وصلة هنا. فممكن انت تعتبرها من الاساسيات. مينيون ويف حقتك فين محلة. دائما انت بتعرف فين المينيون ويف حقتك فين محلها. هتعرف فين المحل حقه. الحاجة المهمة والضرورية اللي بتكلم عنها اليوم. اه اللي هي كيف تتحكم بالموجة. او اللي بتكلم على مبدعين اليوم. في مبدأ يسموه اللي هو الايفن رول. او الايفن رول اللي هي مينيون ويفز متساوية. احنا عندنا مينيون ويف حقتنا ستة مينيونز. هم عندهم مينيون ويف حقتهم ستة مينيونز والموضوع الثاني الي هو الأن ايفن رول sparkle turbo فأي مكان احنا عندنا 1 ستة مينيونز وسابعة مينيونز وهم عندهم خمسة قبل ما نقول ايش تسوي واش تعمل واشهذه نبغى نفهم كيف المينيونز يشتغلوا كذا المينيونز لحدهم في الماب ايش يسووا تطلع من هنا يلين هنا في ستة وعشرين ثانية نفس الشيء من هنا يلين هنا في ستة وعشرين ثانية وهنا من يجير من الطاور هذا للطاور هذا في 16 ثانية. يعني اذا قلنا هذا المنتصف هتاخد ال الmniejين اللي جاي من هنا هتاخد ثمانية ثوانية عشان توصل وال ayudرب éléments اللي جاي من هنا هتاخد ثمانية ثوانية حانست. ستة عشرين والثمانية هذه اربعة وثلاثين. يعني ال ey pronoun مين ما تبدأ الي ما توصل لمنتصف المكان اللي في النص هذا هتاخد زي ما قلنا يا شباب اه اربعة وثلاثين ثانية. طيب اذا كانت la million waves واقفة هنا وهنا فيه ستة مينيونز إيش هيسوي المينيونز عامة ستة هيقتلوا بعض لحالهم طبعا فيه احتمالية يعني حتى مش هرتكتلوا بعض لحالهم فيه احتمالية أن واحدة إن الوايفات اتنين يتجمعوا يقتلوا واحد بالغلط والوايف هذه تفوز على هذه بس عامة إذا ما في ما في أي بقات الرول ماسية زي ما هي المينيون ويفز هتتساوى مع بعض وحتوقف قدام بعض وما في ولا مينيون هتسوي بوش للتانية المفروضة الاتنين كلهم يقتلوا بعض بعد كده إذا والله المينيونز ما كانوا متساوين في النص كانت المينيون ويفز واقفة هنا وهنا برضو العدد متساوي ستة وهنا العدد متساوي ستة المينيون ويفز هذه يا شباب اللي هي هنا اللي هي أقرب للبيس هتوصل هتدف على قدام ما في أحد ما في تشامبيون ما في أحد بيحرك هتدف غصبا عنها ليش هتدف؟ هنا نرجع لنفس الكونسبت اللي تكلمنا على أول لأنه من هنا لهنا ستة وعشرين ثانية ومن هنا لين هنا هناخد ستة وعشرين ثانية هي هتوقف هنا وبعدين كمان ستة عشر ثانية يعني هتاخد كم 42 ثانية عشان توصل أو مش اتنين وربعين ثانية هنا مو ستة عشر هنا نقول والله هذي عشر ثوانية ريادة أو اتناشرة ثانية فالمينينويف هذي اللي جايه في الطريق اللي هي الـ قول للويف المساندة هتوصل هنا عند هذول الأخوان قبل ما توصل للويف المساندة حق هذول الأخوان فهذه حتيية استضرب هذي يعني هيقتلو لهم منين ولا منينين قبل ما توصل للويا للتانية فحيصير العدد هنا ستة وستة إتناش قاتلوا واحدة في الطريق حتصير هذه تسعة وهذه الستة اللي جايه في الطريق لأواف حiked baker ماتوصل يكون قتلنا الطريق فبكذا احنا عارفين انت عارف في قرارة نفسك انه لو كان عدد الويفز حق الانمي وحقك متساوي واقفة في المكان هذا هنا او اي شيء طبعا هذا المنتصف اي شيء هنا 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 او هنا الين قبل المنتصف لو عدد المينيون ويفز متساوي دائما وابدا اللي اقرب للبيس حقه حيدف فانت لو انت ماشي هنا وانتوا متجمعين خمسة اشخاص تبتسوو تيم فايت وهنا في الانمي تبتسوو تيم فايت وانت عارف انه المينيون ويفز واقفة هنا وشايف العدد ستة ستة انت ما تشيل هم اللين فانت اصلا انت المفروض ما تمشي من اللين الا انت ومحاول ما تخلي المينيون ويفز حقتك اصر لها ريسات اذا هي كانت واقفة هنا يمسحها تسوي الها ريسات تكتل المينيون ويفز الستة اللي قدام وتخلي الستة اللي جايين اللي وراء هما اللي يدفوا اللين طب وان هذا معناها حتدف بعد شوية يعني المينيون ويفز الاولى حتوقف حتجي التانية حتبدأ تدف معاها حتجي التالتة حيدف ودفة مارة كبيرة اوكي فإتس فيري سيمبل تبريبير تجهز لها وما تشيل هم فمو لازم تروح تسيب التيم حقك وتنزل تفكها بالذات اذا كانت بوشين بعدين عندنا المبدأ التاني اللي هو مبدأ الان ايفن رول ايش يعني الآن ايفن رول اللي هي مينيون ويفز اللي ما هي متساوية المينيون ويفز اللي ما هي متساوية نبدأ نخش في تعقيد شوية بسيط اوكي اوكي برضو هنتكلم على نفس المبدأ اللي هو المد اذا كان عدد المينيونز اللي هنا خمسة وعدد المينيونز اللي هنا اربع او ستة شي طبيعي المينيون اللي هنا يسوي بوش لانه عدد المينيونز اكبر مرة سهلة بالنسبة لنا صح صح بس في مبدأ أساسي إذا تب إذا أنت شايف المينيون ويف طبعاً أنت الآن في البلو سايت أوكي أنت في السايد هذا وتبقى تعرف المينيون ويف حقاتك حدف ولا ما حدف إذا كان عدد المينيونز ما هو متساوي إذا كان عدد المينيونز حقك زائد بواحد وواقفة في المنطقة هذه مش في المنتصف بعد المنتصف بثانيتين ونصف يسموها عندك واحد مينيونز زيادة هم عندهم أربعة وإنت عندك خمسة المينيون ويف حقاتك حدبوش يعني ما في شيء إنت المينيون ويف حقاتك حدف وما حتوقف إلا على التور ولا على التشامبيون إذا كانت في المنطقة هذه اللي هي زائد خمسة ثوانية يسموها لازم يكون عندك مينيونين زيادة لازم يكون عندك مثلاً إنت سبع مينيونز وهم ستة مينيونز عشان المينيون ويف تبوش يعني لو هم عددهم متساوي هم حيبوشوا قلنا فاكرين إذا قلنا إذا كنا ستة ولا ستة هم حيدفوا عشان هم الريمفورسمنت أو الويف المساندة حقتهم حتيجي أول إذا كان عندك اثنين زيادة هنا في المنطقة هذه حتى لو جاءت الويف المساندة الاثنين اللي عندك هادولة حيقدروا يصبروا لما ويف المساندة الكبيرة حقتك تيجي فحيدف اللين إذا كان بس واحد زيادة هنا عندك لا اللين حينزل على تحت هنا يا يكون ثلاثة مية ويف يعني لا يكون ثلاثة زيادة عندك أو إذنين وزيادة وواحد كانون ولازم يكون عدد المنزل اللي عندك أكثر من سبعة أو سبعة وأكثر إذا كان سبعة وأكثر وعندك ثلاثة زيادة عن من مية و end مية و هدو تسوي بوش يعني أعمر ليش الكلام هذا ضروري وليش الكلام هذا مهم ليش شب أتعلم الكلام هذا هذا الكلام ما له أي فهد ولا يدو أي معنى بالعكس انت الغيم مو بس على الشخصية حقتك وانت كيف تتحكم بشخصيتك وتلعب في الغيم الغيم of how you manage pressure across the map ايش يعني كيف كيف تخلي اللين يشتغل لك وانت وانت في اللين كمان مرة ضروري تفهم كيف ما تمشي من اللين الا واللين في المكان اللي انت تحتاج ويكون فيه طبعا في المقابل في المقابل نفس الشي هنا هنا لو قلنا السلاة عن النبي لازم زايد ثلاثة هنا ساعة لازم زايد اثنين اثنين لازم زايد واحد هنا انا ابغى سوي باك يا شباب طبعا انا هتكلم بالتفصيل ليش انا في اللين جالس هنا وجالس افرم وابغى سوي باك ابغى ارجع اللين وابغى اللين يكون في محل مرة كويس وانا راجع عليه ما هم سوي بوش وما ابغى الناس يسوي علي فريز ولا ابغوهم يوقفوا لي اللين في مكان خطير ابغى اللين حقي يوقف في مكان كويس فانا في البلو سايت جيت كنت واقف هنا جلست افرم سيبت وانا ابغى ارجع اسيب يعني تو منينين زيادة للانمي عشان اعرف انه اللين حيدوف علي يجباري او اسيب واحد سيادة عشان اعرف انه انا لما ارجع فاكرين واجي مرة تانية اللين لسا واقف هنا يا شباب طبعا لا تنسوا يا شباب هذا ضروري تعرفوا لانو انت الريكول حقك ياخد تمانية ثواني تقريبا من تمانية عشرة ثواني وترجع تشتري وتجي في الطريق مرة تانية حتاخد حوالي تلاتين ثانية فعندك تمانية وثلاتين ثانية عشان ترجع فحترجع مع المينين ويف اللي بعدها تقريبا انت جاي والمينين ويف دوبها واصلة وهم الوينين في حقتهم واصلة فتح تخلي اللين واقف هنا بدل ما تخلي اللين وصل اللين هنا ولا اللين وصل اللين التاور حقهم فلازم ضروري نعرف كيف نوقف المينين ويف في اي مكان في اللين اذا انت لينر انا ابغى اوقفها ابغى اصوي لها ريسات او يسموها مينين ريسات او يسموها لين ريسات ابغى اصفر اللين ايش يعني ريسات تصفير انا اوقف المينين ويف هنا واخليهم ستة ستة اتأكد انه انا قتلت حقاتي جاي في الطريق هنا قريبة وحقاتهم جاي في الطريق هنا قريبة ستة ستة أرجع هنا وسوي recall سويت recall وجيت المينيون ويف هنا لاتنين ستة قتلوا بعض أنت هنا ما عندنا أي مشكلة أنا والله عندهم سبعة مينيونز وعندك ستة مينيونز أو سبعة خمسة أنا وأوقف اللين هنا أحاول أوقف هنا تشوفوا أنا شباب حيانا نجي نشير الآغرو حق المينيون ويف ونخش على البوش أجيبوا معايا كده أبشي أنا أتحرك أجيبوا معايا وارجع عشان أبغى أوقف اللين هنا وأسيب المينيونز وأسوي recall عشان أبغى أرجع اللين أبغى المينيون ويف وقفة هنا نعيدها سمريا السريع إذا كانت المينيون ويف متساوية هتوقف وفي النص هيسوه reset هيسوه مينيون ويف reset هيسوه تصفير إذا كانت المينيون ويف مهت متساوية على حسب المكان أوكي نقسمها كده ثلاثة أماكن دائما تكروها زايد واحد زايد اثنين زايد ثلاثة بلس سبعة طبعا لو زايد أربعة هتوصل لنا آخر الدنيا أوكي أنا نسيت أتكلم على زايد أربعة أوكي فخمسة خيارات لو كانت مه متساوية في النص دائما اللي فيها عدد واحد زيادة هو اللي حيفوز ما فيها كلام لأنه في مينيون زيادة إذا كانت في المنطقة اللي بعد هيكون زايد واحد المنطقة اللي بعد زايد اثنين المنطقة اللي بعد زايد ثلاثة او كانون واحد اتنين ثلاثة نفس الشي واحد اتنين ثلاثة وهكذا فكيف بوقف انا لازم احدد طيب ده حين نبقى نتكلم عن الباك تايمز كيف نرجع ليش اوقف المنيين ويف ليش الفائدة يا عمر ادي اتعلم هذا كل وضيع وقتي في الشغلات هذه كلها واحد انا فائز في اللين حقي انا متقدم مرة كثير انا انا وسابورتي موجودين تحت في اللين ابغى الوايف توقف ابغى الوايف توقف في محل قريب مني قريب من التاور حقي مش تحت التاور لانه لو وقفتها هنا ايش معناها التاور حيضربها وحيشيرها المنيين ويف وحيروح عليها القولد وحيروح عليها الاكس بي ما تبقى توقفها هنا تبقى توقف المنيين ويف هنا وتبقى دايما تسوي لاست هيت وتخلي اتنين زيادة في المنيين حقي الانمي دايما يا طبعا اذا كان هنا سوري واحد اذا كان هنا اتنين بدي بغاها دايما توقف هنا في المنطقة هادي وتخلي دايما المينين ويف اللي جاية دايما ما بين زائد واحد وزائد اثنين ليش؟ عشان تسوي فريز الفريز هذا تجري تخليه لين خمسة دقائق اشعلا اوكي؟ ايش الفائدة من الفريز؟ الفائدة من الفريز أنا سويت فريز هنا الجنغ الجاي ما يقدر يسوي لي قانك يا عيال لأنه أنا جاي بجنب التور حقي طبعا يدام سوي وارد هنا زين ناس الوادم ما عندهم اي حاجة يقدروا سوها بالنسبة لي الميزة الثانية ايش يعني؟ يعني وقفت سبورتك العظيم في مكان قدرين اي سبورت يا عشان الله ضيع وقت وانت كادسي تجلس هنا تفرم حبة حبة وهم خايفين ما هم قادرين يسويوا اي حاجة برضو عندهم هايفر اي دي سي هنا وسبورت هنا كل ما حاولت تجي تاخد منين هذا يجي يضربها والاي دي سي برضو يجي يضربها يعني يقدم على قدام ويجي يحاول يضرب فيوقف هنا كلنا نوقف الاثنين هنا نساعد بعض نخلي المينيون ويف ورائنا طبعا المينيون ويف ما تضربنا وفي نفس الوقت ناخد المينيون حقتنا ونطلع هدول الاثنين من الليش من الرينج حق المينيون ويف من الـ xp والغولد طبعا ممكن حتى تطلعهم من الـ xp zone لو الجنج لو الشي اسمه يارف فين يتحرك زين الناس الوادم هذا يقدم ويرجع ويقدم ويرجع طبعا هذي ما تنفهف حالات حالات هذي محددة يعني مثلا إذا كان عندهم ولا support any ولا support trash ولا support natalus يقدروا يخشوا عليكم ويفكوا الفريز الطريقة الوحيدة اللي ممكن يفكوا فيها الفريز لازم يجي الجنجل حقهم ويجي يساعدهم يسيروا ثلاثة ضد اثنين يسيروا دفوكم هنا فغصبا عنهم يرسلوا لكم resource jungle عشان يفكوا الفريز عشان لا يطلعوا بره الجيم وكذا انتوا عرفتوا فين الجنجل صار الجنجل حقكم ممكن يطلع فوق يسوي حاجة يروح مد يسوي حاجة وصرتوا عارفين فين مكان الجنجل قلنا لكم يشوفوا الجيم هذا مش مايكرو مش أنا ايش اسوي الحالي لا ايش بيصير حولي عامة انا لما نلعب اغرو كذا لما نلعب مقفل عليهم ما ياخدوا جولد ما ياخدوا اكس بي لازم ينادوا الجنجل يساعدوا لازم يجيبوا مساعدة ومساندة عشان يخرجوا من المشكلة اللي هي فيها ولا ما هيقدروا يخرجوا حتجرسوا انت تتقدموا عليهم ففي كل الحالتين في كل الحالات it's a win-win situation يعني انتوا فايزين فايزين يا انه ما ارسلو لكم الجنجل وتأخروا في الجولد وفي الاكس بي يا انهم ارسلو لكم الجنجل وعرفتم حل الجنجل والجنجل ضيع وقت والجنجل حقكم بيفرم فهادي اهم ميزة في 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 فريزنج دالين لما نقول يا شباب لاتس فريز تسمعوني في 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 الستريم انا وحمادة ولا انا وهو ايفر لاتس فريز نحط نفسنا في مكان ما يقدر يسيري علينا قنك نوقف اللين في محلو نخلي المينيون ويفا اللي قدامنا زائد واحد او اثنين عشان دايما تدوف علينا ما نبغى هندوف تحت التوقع هذه متى نستخدمها لما تكون فايز لما تكون متساوي لما نكون الادسي حقك والسابورت حقك بوك بيست فيري اغرو يضربوا بقوة الاثنين اللي قدامك خايفين منك وما يقدروا يقربوا لو قربوا تعتادوهم وتبهدلهم طبعا دريفن مرة كويس في الكلام هذا كارما مرة كويسة زائرة مرة كويسة في عندك تشامبيونز كبار تريش ناتالوس برضو حتى شو اسمه مجموعة تشامبيونز عندهم بوك مرة عالي في في ماتشابس طب ومد نفس الشي انت فايز على هذا من اللي قدامك وقف اللين عندك هنا أوكي بالنسبة المد تقري توقفوا اقرب لهذا طبعا مد شوية اصعب انك تسوي بس عشان المد اكسر بس كله وقف اللين هنا وقف اللين هنا لا تخلي يوصل هنا طبعا هنا خطير this zone is dangerous هاد الزون السيف حقتك هاد الزون اللي هي متكافئة صح كلنا نبغى نجلس في السيف زون حقتنا اجلس في السيف زون حقتك وسوي زون طبعا قدرت يسوي فريز خير وبركة ما انت قادر تسوي فريز دايما ننزل لبعدها نسوي حاجة اسمها slow push ايش يعني slow push قلنا يا شباب طبعا لو انت قمت شلت الميني نواف حقتهم مرة بسرعة يعني هم عندهم الواف كانت هنا عندكم هم عندهم 6 وانتوا عندكم 6 وانت رح تجيد كادي سي هنا قشعت هدول بسرعة الواف حيدف على طول الان تجي الميني نواف توقف هنا هو يقدر يسوي فريز ممكن اه او يسوي slow push او يوقف اللين في محل سيف ويجيب الجنغل طول عمر انا ما نبغى نسوي كده ما تبغى كده باي ديفولت في اي لين ما تبغى تدف اللين الا في حالات انت تبغى تدف اللين فيها ايش يعني حالات نبغى تدف اللين فيها واحد ابغى اجيب لفل اثنين قبلهم بسرعة في بداية القيم في ايش قلنا واحد لفل تو لفل تو فاست شيز بسرعة نجيب لفل اثنين اثنين ام خرجوا من التاور خرجوا من المينيون ريج سووا ريكول ولا قتلتوهم شوف دلين دف اللين وصلوا على التاور بسرعة ليش نبغى نوفل ليش نبغى نوصل للتاور على اللين ليش نبغى نوصل لللين ولا المينيونز على التاور عشان نبغى التاور يشيلهم ما ياخدهم الادسي روح على الاكش بي والجولد حقه والله انتوا هنا جبتوا دابة الكل اي مبسوطين قابل ما ترجع زي وانت واقف محلك تسوي ريكول على طول طبعا لازم تكون سيفي يعني الجنق القريب منك تخاف لا هذا شي تاني سرعة دفوا الوايف طبعا لازم تسويها في اقل من الريكول تايم دايما قتلت واحد افتكر من بعد ما يموت هيطلع ما بين ثانيتين لعشرة ثواني وبعدين هيجري في خمسة وعشرين ثانية او ستة وعشرين ثانية ضروري تعرف ما تطول في اللين تجليس ضيع وقت ما تسوي حاجة وبعدين ترجع تلاقي صلاة عن النبي قتلك على الفاضي اوكي واخرت وقتك يسير وقتها ما تقل ترجع راح ضيعت الوقت حاجة الرجع لا بسرعة تسوي شف تطالع او اقدر ادف المينيون ويف هذه اوصلها تحت التور ايهو هيروح وصلها تحت التور ما اقدر اوصلها تحت التور حاول تخليها توقف في مكان اقرب لك اوكي مو لازم دايما تشيل المينيون ويف يا شباب اوكي مو لازم بس تشيل المينيون ويف من دون ما تطالع لا طالع في الماب شوف المينيون ويف حقتك فينها او المينيون ويف انا قتلتهم الاثنين جبنا دبل كل والمينيون ويف حقتي هنا وحقتهم هنا يعني او بالاصح هنا قريبة وانا حقتي قريبة هنا وانتوا هنا في النص ما حتيقر تسوي لانه حيكون عندك لازم تشيل عندك واحد وهذه اللي جاية فما تقر توصلها تحت التور فايش تسوي تشيل هادي بسرعة تصفرها تسوي ريسة للليل يصير هادي توصل وهادي توصل ويوقفوا في النص سوي ريكل ما تروح تشيل التانية كمان تشيل التانية ضيعت وقت وهو يقدر يجي يوقف الليل هنا يسوي هو فريز عليك وانت قاتله فانت قتلته وروح تقول تلله يا حبيبي انا قتلتك بس يلا انا احبك ارجعك في القيم شوي يا حبيبي انا قتلته وتقوم تديله عليك بانه تخلي الجنغل يجي يقدر يسوي لك طبعا هذا اسوأ شي ممكن تسوي في القيم بس في المقابل لو سويت ريسة للليل ولا لو سويت له فريز عندك في المنطقة هذه انت حتبهدله زيادة وزيادة انت قتلته رجع ما هو قادر يفرم لانك مسوي لزون انت رجعت وسويت فريز هنا مسكتا لين فقتلته طبعا انت هادي 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 مصطلح تارف يا شباب مصطلح سنوبول في القيم اللي هو الكرة الثلجية الكبيرة اللي تكبر نبغاك تكبر 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 اللين تفجر الناس كلها كده كيف تستغل فوزك في اللين لما تكون انت فايز في اللين كل واحد او كل لين كل لين في لين سواء اذا كانت سولو ولا اذا كان بوت اذا جبت كل لين اللين والجيم حقك اي شي تسوي بعد يا بعد الكل لين هادي رجعتهم في القيم انت الوحيد المسؤول وغلطان ما فيها كرة فايش نبغى نسوي فوزنا في اللين اخدنا كل لين نبغى نزود الادفانتج حقتنا نبغى ناخد زيادة لا تدي له ولا حاجة خليه يعطش خليه يجوع ما تدي له ولا شي ما تأكله ولا حاجة ولا تدي له فتفوته وما تجي عشرة دقائق في القيم اللي لو انت عندك تسعين سي اس ولا مية سي اس وهو لسه عنده أربعين سي اس ما يجي 15 دقيقة في القيم اللي لو انت عندك مية وعشرين سي اس وآيتمين وآيتم ونص وهو دوب وبدأ العيتم الأولى يا لسه ما لاحق يخلص العيتم الأولى هذا القيم يتلعب بالطريقة هذي شو this is how you master lane control أوكي lane control is all about this مش كم مرة قتلته لا مش كم مرة جبت kills لا ايش تحكمت في اللين حقه كيف تحكمت في اللين حقه وهذا الفرق ما بين آم برونز وقو ما بين برونز وين بلات ودايموند ونتوا طالين طبعا النار البلات الفرق بينهم وبين القولد انه يعرفوا جزء من الكلام هذا يعرفوا كيف يسوه فريز يعرفوا كيف يسوه شف ويعرفوا كيف يسوه سلو بوش أوكي ففي عندنا ثلاثة كونسبت واحد فريز دالين كده كده دايما دايما في بالك كل مرة انا افكر ادوف ولا ما ادوف إذا هم قدامي اوكي اذا ما هم قدامي قتلتهم ولا سووا ريكول على طول بوش ثاني سوي سلو بوش ايش يعني سلو بوش بس اللين غصبا عنك حيدوف لانه انت عدد المينيونز متساوي او عدد المينيونز حقك انت واقف هنا سوري انت واصلين هنا وواقفين انت واقفين هنا وعدد المينيونز متساوي والعدد المينيونز حقونك اكتر منهم بواحد اللين غصبا عنك حيبوش ما تقرأت تسوي شي لا تدفدف وبسرعة سي اس وحب حب اوكي عشان اقلها نسوي حاجتين يعني الميزة من السلو بوش عندك اول شي ما نوصل لنا التوال حقهم بسرعة ونحط نفسنا في مكان في بوزيشن انه والله الجنقل ممكن يجي من ورانا يبهدلنا بسرعة وفي نفس الوقت تقول للجنقل حقك يا جنقل طراب احنا بنسوي سلو بوش اللين حيسوي بوش غصبا عنك الجنقل المحترف المحترم هيجي يجلس قريب منك هنا اوكي الحاج الميزة التالتة والاهم لما انت تسوي سلو بوش المينيون ويفا الاولى جات المينيون ويفا التانية جات صارت في عندكم مينيون ويفا مرة كبيرة تسعة جات بعدها التالتة كبرت المينيون ويفا طبعا ممكن اتنين يكفي احيانا تجي الينا التالتة هنا وصلتوا صارت عندك 2 مينيون ويفا هنا صارت تلاتة فجي مينيون ويفا مرة كبيرة الانميتي ميش هيسوي شباب هيضطر يركز على المينيون تخيل الميد نزل والجنقل جاء هذا الكونسبت حق المينيون كراش دايف اللي تفرجوا على الفيديوهات حقتي حقه السلو حقه الجنقل واللي تفرجوا على الفيديوهات حقتي على اللي هو الجنقل مينيون كراش دايف هذا الكونسبت الأساسي فيها جمع سلو بوش جمع مينيونين ويف ثلاثة مينيون ويف قل للميد حقك قل للجنقل حقك يا شباب عندنا مينيون ويف طبعا الجنقل الصاحي هو شايف الوايف أصلا شايف اللين من بدري وعارف انه فيه تجميع كبيرة جاية في الطريق الميد الصاحي شايف بنفسه وعارف انه فيه تجميع جاية في الطريق فنخش بتسعة مينيونز بأربع مان ولا ثلاثة مان على التاور نشيل اتنين كيلز نشيل تاور ونخليه يموت ويروح عليه تاور ويروح عليه مينيونين ويف ولا ثلاثة تخير لو انت الـ ADC وراح عليك ثلاثة مينيون ويف وموت انت وسابورتك وراح عليكم التاور قديه حتتأخر في القيم هيكون أقل شي بينك وبين الآدم اللي قدامك ما بين تسعة الى عشرين مينيون ويف على حسب ما ترجع راح عليك التاور الـ ADC اللي قدامك عنده 1000 Gold زيادة بالقليل او يعني اذا ما اخذ الدول كل يعني ما بين 800-1000 Gold هذه نص ايتم او ايتم او او نص ايتم او ربع ايتم او ثلاثة اربع ايتم على حسب اوكي وانت تأخرت في القيم وحتجلس مضطر تلعب passive lane ما ترجع للقيم انت انعدمت بس عشان الـ ADC طبعا الجنغل الفاهم والمد الفاهم حيستغلوا الكلام هذا لبعض الحل اوكي فا عامة زي ما قلنا اول شيء freeze شيء التاني slow push الشيء الثالث shove the lane ندفة lane وصلوا علينا التاور متى توصلوا علينا التاور نقول لها shove the lane متى توصلوا علينا التاور lemon one both are dead تتلتوا الاول والتاني جيتوا هنا اخذتوا double kill جاء الجنغل انتوا ثلاثة دفوا lane تحت التاور وصلوا بس المن ينزلين التاور ارجع ريكول او خدوا دريك وارجعوا ريكول على حسب هذه option number one option number two شفتهم قدامك سووا ريكول وتقر تدفوا اللين قبل ما يرجعوا بسرعة اوكي دفوا اللين بسرعة تحت التاور option رقم ثلاثة واللي هو شوية خطير اللي بغاله فكر شوية انا شايف قدامي كيت اوكي ا으로 شايف قدامي دريفن وانا عندي وانا شامبيون عندي وايف كلير كويس وشايف الجنغل حقهم فوق الجنغل هنا انا بغاله دفوا lane تحت التاور مع انه هنالتنين موجودين ليش ابغالهى دفوا تحت التاور لانه لو ما دفيتوا تحت التاور لو كيت دفت علي كات ما حتخليني أفرم تحت التاور حقي عتيك يستضربني تسويلي بوك بس في المقابل كيت ودريفن من الشامبيونز اللي بتخليهم دايما مضغوطين عشان يركزوا على الفارم ما يركزوا عليك في البوك حقك انا جن مثلا انت جن وقدامك كايت انت سيفر وقدامك كايت دوف ام الوايف تحت التور عشان ما يركز عليك عشان يركز على التور وفي نفس الوقت تنتبي للجنجل اذا ما تعرف تنتبي للجنجل do not do this العب سيف فقلنا الحالة الاولى قتلناهم اللين كلهم الحالة التانية سووا recall قدامنا وشايفين ونقدر نوصل للتور دابل ما يرجعوا الحالة التالتة الماتشاب حقك الماتشاب حقك يعطيك ادبانتج لما تدف الحالة الرابعة هي الحالة البسيطة انا هاي او هاي الو بيلعب قدام لو الو عارف انه ما يعرف يفرم تحت التور دف الو المنياز تحت التور يعني في كثيرا في لو الو سيلفر برونز وحتى غولد ما يعرفوا يفرموا تحت التور طبعا كيف تفرم تحت التور وكيف الفارم حنتكلم عنها في فيديو منفصل مرة تانية بعيد فكيف تفرم تحت التاور هذه مرة ضرورة تتعلمها لأنه إذا ما تتعلمها أنا أشوفك أنا ألعب أنا أجي تلعب شفت الآدم ما يرفرم تحت التاور حتلاقيين يا دفدف أم اللين تحت التاور عشان أكبر المينين السي اس قاب بيني وبينك أو السي اس المساحة بيني وبينك أنا أصير أجيب 20-30 سي اس عليك عشانك أنت بس ما تارف تفرم تحت التاور أوكي وبكذا يا شباب أنا يعني خلصت الشرحة العام عن الكتاب أتكلم عنه زي ما قلنا المينين ويف المتساوية المينين ويف المينين ويف المهي متساوية كيف تتفاعل وكيف تشتغل وبعدين أتكلمنا على إيش الفائدة من أنه والله تدف اللين تسوي فريز اللين فين توقف اللين فين تثبت اللين متى تسوي له بوش متى تسوي له سحب متى تخلي يدف عليك ومتى انت تبغى يدف على الناس ومتى تستغل للشغلات هذه ومتى تسوي المينين كراشت الله يأتيكم الصحة والآفية ارجوك لا تذكر اذا اعجبك بالله يسوي سبسكرايب وشيره يا شباب شكرا لك الله يأتيكم الصحة والآفية نشوفكم في الفيديو القادم اشتركوا في القناة 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 شكرا